اشتركوا في القناة البرنامج جدا رائع يعطيك اغلب خصائص الفوتشوب الموجودة على الحواسيب وراح نجربها سوا ونشوف ابرز الاشياء اول ما نفتح الفوتشوب يطلع لنا فوتشوب تاتش راح يطلع لنا مربعين وهنا خيارات فوق في الشريط اللي فوق لكن خلونا نشوف المربعين اول شي تاتوريالز يعني يعلم كيف تسوي project معين اول ما نضغط عليه يعلمنا حبة حبة كيف نسوي البروجيكت بشكل سريع نسوي close للتوتوريالز ثم نروح نسوي project ونستعرض اهم الاشياء الموجودة في البرنامج نحط البروجيكت تقدر تجيب الصور من الوكال فوتو الموجودة في جهازك او تقدر من خلال خاصية الكلاود حق ادوبي او من خلال الكاميرا او من خلال جوجل حقة جوجل جدا رهيبة يعني يسوي لك بحث عن اي صورة مثلا نكتب cat اذا كتبنا cat بيطلع لنا الصور طيب تبغى الفيس ولا الفوتو ولا clip art طبعا تقدر تحدد حتى باللون يعني اذا حطيت اسر يطلع لك الصور فقط صفرة وهنا خيارات اخرى جدا جميلة وتقدر ايضا من خلال حسابك في الفيسبوك لكن ما ادري وش فيه يعني ما وده يضبط خلونا نسوي project من جديد ونطلع نطق اكس هنا ثم local photo roll camera roll ثم اخذ الصورة هذه نحط add اول ما تطلع لنا الصورة لاحظوا على اليسار بتلاحظون خيارات موجودة اغلب الخيارات الموجودة في الفيتشوب ومتعودين عليها خلونا نجرب هذه الادات مثلا نشيل هذا لاحظوا سوالي تبديل تقدر تسوي رجوع من هنا وعندك هنا لاضافة صورة اخرى وهنا ادوات التحرير وهنا ادوات التحديد وهنا تقدر يعني تصغر الصورة وتكبرها وهنا فلاتر جدا رهيبة تقدر تحولها اسود وبيض وهنا الـ effect اللي هي التأثيرات تقدر تغيرها بهذا الشكل نحط هذا التأثير لاحظوا البرنامج جدا سريع تقدر تحدد بالقوة التأثير وهنا خيارات زي مثلا تدرج من هنا وهنا يعرض لك البرنامج كفل سكرين راح نلاحظ هنا شريطين عليسار اليمين الشريط اليمين خاص بالليارات تقدر تضيف ليرات تعدل عليها وعليسار هنا الحركات اللي تقدر تسويها طيب بأستعرض لكم حركة جدا فتاكة في البرنامج اللي هو نشيل الخلفية عن الصورة أول شي نحط على الصح ونحدد مثلا نحدد الصورة من هنا هذا الشي اللي أنت تبغاه نحدد بهذا الشكل ثم نحط الـ remove الشي اللي نبي نسوي له remove اللي هي الخلفية بهذا الشكل على طول شعل الهدف طيب نشيله نسوي له cut ثم نضيف layer جديد ولا ما نسوي له cut نسوي layer جديد ثم layer from selection ثم نروح للlayer التالي ونروح خيارات layer ونشيله طبعا إذا راحنا خيارات layer راح نلاحظ الشفافية من هنا نغيرها من هنا نحط الخيارات اللي نعرفها مثلا راح نشوفها بعد شوي وهنا تحطها up و down وهنا تسوي له delete طيب نشوف هنا عندنا خطأ بسيط في الصورة بس ما على إعدامها يعني نروح نصغر الصورة قليلا نصغرها بهذا الشكل نحطها بهذا الشكل نحط دا ولاحظوا هنا في أشياء يعني باقية نحاول نشيلها بهذا الشكل brush نحط brush size نشيل أول شي التحديد نروح نفس هذا نشيل الأشياء اللي بقت من الصورة نضيف صورة جديدة في الليير نحط add ثم نحط نكبر هذه الصورة ثم نحط الليير تحت الليير لاحظوا طلع لنا هذا الشكل الرهيب طيب نضيف تأثير مثلا نضيف تأثير blur نقدر نغيرها كده بهذا الشكل طيب نضيف نص نحط اكتب نكتب سعود الخميس نكتب مرة أخرى سعود الخميس نشوف بيدعم عربي ولا لا برنامج في بعض الخطوط ما يدعم عربي لاحظوا العربية كيف طلع شكلها نختار اللون الأبيض للزهري أي لون في الدنيا طيب نشوف الخطوط اللي تدعم عربي سعود الخميس أي خط عادي الخطوط اللي ما تدعم للأسف نلاحظ هنا ما في ولا خط دعم عربي لكن من نهاية العالم عموما نحط الخط الرهيب اللي تقوم ولا هذا الخط نحط خط آخر مثلا هذا الخط طبعا ما نبغى نطول السالفة حطه بهذا الشكل طبعا نقدر نغير التأثير سنسوي بالخط بهذا الشكل تأثيرات جدا كثيرة في البرنامج يعني تقدر تحط لون دو الخلفية لاحظت الليارات هنا هذا استعراض سريع البرنامج الفوتشوب تتش على الآيباد وأتمنى يكون مفيد للجميع ويلا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة